80% اللي بتكلم عنهم دول بتكلموا على إن المنتخب تأثر بغياب صلاح وده حقيقي محمد صلاح نجم عالمي من أحسن لعبة في العالم ما حدش يقدر يختلف على كده لكن احنا ممكن نزعل قوي قوي لما محمد صلاح يغيب عن المباريات الكبيرة المباريات المهمة المباريات اللي تبقى في بطولات وأدوار فصلة في هذه البطولات يعني بطولة طلوع أفريقيا في كاس العالم نزعل لكن لما تكون مباريات بهذا الحجم وبهذا المستوى من المنتخبات اللي انت بتقابلها يعني كامل احترام وتقدير لهم مفروض انك ما تزعلش على غياب محمد صلاح لان انت عندك عناصر كويسة من رغم الاعتراف كامل وموجود طبعا به الامكانيات العالمية عند محمد صلاح وانه طبيعي يأثر على أداء منتخب مصر في حالة غيابه ده فيما يتعلق بال80% اللي شايفين ان المنتخب يعني الأداء كان لا شكل ولا طعم ولا خطة ولا أي حاجة العشرين في المئة البقائين يعني مش قادرين يقايموا شوية المنتخب هل ممكن المنتخب يتحسن مع الكابتان حسام بدريا او لا مش قادرين يقفوا على النقاط اللي محتاجة تزبيطات شوية عند منتخب مصر لكن في نفس الوقت هم ممتفقين ان المفروض يبقى فيه أحسن من كده بكتير بالنسبة لمنتخب مصر والجاز الفني للمنتخب انا بصراحة مش عايز اقف عند ترجمة نانسي قنقر